عمر قمر الدين الوزير الخارجية السوداني النهاردة بتكلم برضو عن ادعاءات اثيوبية بان اتفاقية الحدود الاثيوبية السودانية وقعت ابان الاستعمار وده مش صحيح اثيوبيا لم تكن مستعمرة اثيوبيا كانت امبراطور الاثيوبي وقع مع الانجليز اللي كان بحتال للسودان والحدود منتهية والحدود لم تكن موضع نزاع والدليل نفس الخريطة اللي بتستخدمها اثيوبيا في مشكلتها مع سودان هي نفس الخريطة اللي تستخدمها اثيوبيا في حدودها مع اريتريا يعني قدام حضراتكم اهيه يعني ادي الحدود الارتريا السودانية خليني بس اقول لحضراتكم انه خلي الخريطة ابراهيم المشكلة الحدودية بين سودان واثيوبيا دي مشكلة والمشكلة الحدودية بين مصر والسودان واثيوبيا على سد النهضة دي مشكلة اخرى لكن تعالوا بس نتكلم على المشكلة الحدودية بين السودان وإثيوبيا فيه النهاردة وساطة أوروبية النهاردة مبعوث أوروبي لوزير خارجية فنلندا وصل إلى السودان لإجراء مباحثات مع الإخوة في السودان لمحاولة تلطيف الأجواء أو محاولة تقليل التوتر بين أثيوبيا وبين السودان على الحدود هل ينجح الرجل في وساطة أوروبية شغالة بيقولوا إنه بنحاول هل ينجح الرجل ربما ينجح لكن إيه القضية القضية إنه الحدود السودانية الإثيوبية واضحة إثيوبيا والقبائل الإثيوبية داخل الأراضي السودانية من هم الإثيوبية؟ قبائل الأمهرة قبائل الأمهرة داخل المكون الإثيوبي داخل الأراضي السودانية السودان خلال الشهور الماضية رجعت بالقوات بتاعتها على الحدود عادت انتشار على الحدود ها هي ما دخلتش الأراضي الإثيوبية الجميع الإثيوبين بقولهم لا أنت ترجعوا تاني على الحدود داخل السودان وبعدين نقعد نتفق هي دي القصة إثيوبية عندهم مشكلة برضو إنه قبائل الأمهرة أحد أهم المكونات في حكومة أبي أحمد هم المتعدين على الأراضي السودانية فأبي أحمد لو التزم بالقانون الدولي ورجع قواته على الحدود الإثيوبية مين اللي هيزعل منه؟ قبائل الأمهرة هينقلبوا عليه وممكن يغتلوه فبالتالي هو مش عارف يعمل إيه يرضي الأمهرة اللي هم معاه في الحكم شركاؤه الأقوية في الجيش ولا ينفذ القانون الدولي ويدي السودان حقها وفقاً للعرف والقوانين هيعمل إيه لإما يستمر في احتلال أراضي السودانية وده لن يرضي السودان والسودان الشطاف مكتوفة الأيدي وفي نفس التوقيت السودان ممكن تفتح الحدود لقبائل التجريه فهو وقت مش عارف يعمل إيه هو في موقف صعب إما ينفذ القانون الدولي وينسحب إلى حدوده الموقعة في عام 1902 وإما أنه هو يستمر في الوضع الحالي لو استمر في الوضع الحالي يبقى كده المعركة مع السودان بتشتعل ولو رجع المعركة مع الأمهرة هتبدأ ده موقف مين؟ ده موقف أبي أحمد دي خريطة بتوضح ده دي منطقة الفشقة الكبرى والصغرى هي دي المنطقة اللي فيها المشكلة الحدودية بين أثيوبيا وبين السودان شرق السودان أهو دي المنطقة دي خريم الأمهرة هم الأمهرة أهل الأمهرة هم المسيطرين هنا فلو إحنا السودان بترجعهم تاني عشان توصل للحدود الدولية بين السودان وبين أثيوبيا لو رجعوا الأمهرة هينقنبوا عليها بأحمد ولو استمروا السودان هتفتح الطريق للتجري والدول الأوروبية والأمم المتحدة وكل الدول لن تستطيع القبول بأنه يبقى فيه احتلال لأراضي السودانية لن يقبل الشعب السوداني لن يقبل الجيش السوداني شوفنا هذا كلام فبالتالي المنطقة السودان بيحاول يرجع الإثيوبيين من هذه المنطقة في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى إلى الحدود الإثيوبية دي القصة لكن هناك الميليشيات الإثيوبية والمزرعين الإثيوبيين موجودين في هذه المناطق هذه المناطق لابد أن هم يعودوا مرة أخرى إلى الحدود الدولية إقليم الأمهرة بأهل الأمهرة هم المتعدين على السودان فبالتالي لو أبي أحمد رجع من الحدوده على الحدود الدولية هيغضب الأمهرة هينقلبوا عليه ولو استمر يبقى دخل في مشكلة أخرى أعتقد أن الوضع مشتبك ومرتبك بين أبي أحمد وبين الأمهرة وبين السودان ده كان الوضع اللي أعتقد أنه هيكون خلال الفترة القادمة وضع مشتبك ومرتبك لكن هناك محاولات أوروبية زي ما سلنا أعلنت مبارح لدخول الاتحاد الأوروبي على خط المفاوضات المصرية الأسيوبية في مسألة سد النهضة والسودانية والاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة مع مجلس الأمن لأن أسيوبيا بتماطل وتستمر في المماطل